اشتركوا في القناة وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك بمناسبة فوز لاعب منتخبين الوطني للمصارعة أحمد تاج الدين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 97 كيلو جرام ضمن منافسات بطولة العالم في العاصمة الصربية بلغراد وأشهد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الإنجاز الذي تحققه وثمرة الدعم الكبير من جلالة الملك المعظم ومؤزرة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد بالرياضة البحرينية وتقديم كافة التسهيلات للأندية والمنتخبات الوطنية وهو ما أسهم في تبوء أبناء المملكة مكانة رفيع في الأوساط الرياضية العالمية بفضل ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم وتوجيهات من القيادة العليا وأوضح سموه أن المصارع أحمد تاج الدين برع في بطولة العالم ونجح في تحقيق انتصار رائع أمام لاعب منتخب أذربيجان محمد خان محمدوف وقدم مستويات لافتة أهلته إلى الفوز بالميداليات الذهبية وبفضل ذلك الانتصار تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس وضع نسمى مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية من جديد ومؤكدا على نجاح خطط المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تحصين ظروف المنتخبات لمواصلة حصد الإنجازات ورفع اسم الوطن عاليا في المحافل العالمية معربا سموه عن خالص تهانيه لللاعب بهذه المناسبة وأن تحصد الرياضة البحرينية المزيد من الإنجازات في ظل عهد الزاهر لجلالة الملك المعظم